ستتطرقون في هذا الفيديو إلى أحد النظريات الرئيسية والهامة في علم الإحصاء والرياضيات بشكل عام وهي نظرية النهاية المركزية ولشرح هذه النظرية اختاروا أولاً أحد التوزيعات الإحصائية بحيث يكون تباينه ومتوسطه الحسابي واضحين ومحددين ويكون التوزيع منفصلاً لأنه يسهل عملية شرح وتصور النظرية إذن افترضوا أن لديكم دالة توزيع احتمالياً منفصل وتأكدوا من أن هذا التوزيع الذي ستوضحونه على المستوى الإحداثي هنا لا يشبه التوزيع الطبيعي هذا هو المستوى الإحداثي عينوا الأعداد من 1 إلى 6 على المحور الأفقي 1، 2، 3، 4، 5، 6 وتريدون إجراء تجربة رمي حجر نرد والمستوى الإحداثي سيظهر احتمال ظهور كل وجه من أوجه النرد عند رميه لكن افترضوا على سبيل المثال أن احتمال ظهور 1 عال جداً لكن من المستحيل ظهور 2 أما بالنسبة للعددين 3 وأربعة فإن احتمال ظهورهما متساون بينما يستحيل ظهور العدد 5 واحتمال ظهور 6 أيضاً عال الآن عينوا المتوسط الحسابي والذي كما تعلمون يقع في المنتصف هنا عند هذه النقطة وهذا رمزه وبالنسبة للانحرافين المعياريين الأعلى والأدنى من المتوسط الحسابي فإن أحدهما سيكون هنا تقريباً والآخر هنا هذا هو الشكل النهائي لدالة التوزيع الاحتمالي المنفصل ما ستقومون به الآن هو أخذ مجموعة عينات من هذه المتغيرات العشوائية لإيجاد متوسطها وملاحظة تكرار قيم المتوسط التي حصلتم عليها حددوا أولاً حجم العينات التي ستقومون باختيارها وليكن حجم العينة في هذا المثال إن يساوي أربعة بمعنى آخر تتكون كل عينة من أربعة عينات ابدأوا بالعينة الأولى وتتكون كما قلنا من أربعة عينات وهي واحد وواحد مرة أخرى وثلاثة وستة مرة أخرى هذه هي العينة S رقم واحد وحجمها أربعة العينة تشير عادة إلى مجموعة العينات المأخوذة من التوزيع أما حجم العينة فيشير إلى عدد القيم أو عدد هذه العينات المأخوذة من التوزيع هذا يعني أن كل عدد من هذه الأعداد يمثل عينة واحدة ما عليكم القيام به الآن هو إيجاد المتوسط الحسابي لهذه العينات ولإيجاد متوسط العينة الأولى S1 ونرمز له بـ X1 وفوقه شرطة اجمعوا القيمة أولاً 1 زائد 1 يساوي 2 2 زائد 3 يساوي 5 5 زائد 6 يساوي 11 الآن اقسموا المجموع على حجم العينة 11 تقسيم 4 يساوي 2.75% اختاروا عينة أخرى العينة الثانية S2 تتكون من العينات 3، 4، 3 و1 لا تنسوا أنه من المستحيل الحصول على العددين 2 و5 حيث أن احتمال ظهورهما عند رمي النرد يساوي 0 وفقاً للتوزيع أعلاه احسبوا المتوسط الحسابي للعينة الثانية X2 3 زائد 4 يساوي 7 7 زائد 3 يساوي 10 10 زائد 1 يساوي 11 11 تقسيم 4 يساوي 2.75% اختاروا عينة ثالثة S3 وكرروا الخطوات السابقة ذاتها مجموعة العينات التي تتكون منها هذه العينة هي 1 و 1 و 6 و 6 1 زائد 1 يساوي 2 2 زائد 6 يساوي 8 8 زائد 6 يساوي 14 14 تقسيم 4 يساوي 3.5% سأعيد بشكل سريع ما قمنا به اخترتم مجموعة عينات من التوزيع الموضح أمامكم على الشاشة حجم العينة الواحدة يساوي 4 ثم حسبتم المتوسط الحسابي لكل عينة على حدة وما ستقومون به الآن هو تمثيل المتوسطات على مخطط التوزيع التكراري حسناً ارسموا مخطط التوزيع التكراري هنا المتوسط الحسابي للعينة الأولى يساوي 2.75% عينوه على المخطط هنا المتوسط الحسابي للعينة الثانية أيضاً يساوي 2.75% إذن تكررت القيمة 2.75% مرتين المتوسط الحسابي للعينة الثالثة يساوي 3.5% عينوا أيضاً القيمة الأخرى التي من الممكن الحصول عليها عند حساب متوسط عينات أخرى عينوا هنا 3 و 3.25 و 3.5 متوسط العينة الثالثة يساوي 3.5% لذا ارسموا مربعاً هنا يمكنكم اختيار 10.000 عينة لتكن هذه العينة رقم 10.000 كيف سيبدو شكل المخطط بعد تعيين جميع النتائج عليه أعيدوا رسم مخطط التوزيع الدكراري هنا عينوا النقطة الأولى هنا عند 2.75% والنقطة الثانية أيضاً هنا وعينوا نقطة عند العدد 3.5% بعد الاستمرار بتعيين النقاط وصولاً إلى المتوسط الحسابي للعينة رقم 10.000 ستلاحظون أنه كلما ازداد عدد النقاط على مخطط التوزيع الدكراري تتخذ النقاط شكلاً يشبه منحن التوزيع الطبيعي كل نقطة من هذه النقاط تمثل المستوى الحسابي لعينة حجمها يساوي 4 إن يساوي 4 افترضوا الآن أن حجم العينة يساوي 20 بدلاً من 4 فقط لو حسبتم المتوسطات الحسابية لمجموعة من العينات التي تتكون من 20 عينة فما هو الاختلاف الذي سيطرأ على مخطط التوزيع التكراري في هذه الحالة؟ عند تعيين 10.000 نقطة على المخطط تمثل كل منها عينة حجمها 20 ستلاحظون أمرين الأول هو أن التوزيع سيقترب أكثر من شكل التوزيع الطبيعي أي أن النقاط ستقترب أكثر من بعضها مع الإشارة إلى أن قيمة المتوسط الحسابي لن تتغير عينوه هنا عند هذا الخط أما الأمر الثاني الذي ستلاحظونه هو أن قيمة الانحراف المعياري ستقل وفقاً لنظرية النهاية المركزية كلما ازداد حجم العينة إن واقترب من المال نهاية يقترب توزيع النقاط التي تمثل المتوسطات الحسابية للعينات من التوزيع الطبيعي لنراجع ما تعلمناه مرة أخرى أول خطوة هي توزيع عدداً من المتغيرات أو العينات وفقاً لأحد التوزيعات الاحتمالية التي لا ترتبط بالتوزيع الطبيعي في البداية افترضنا أن حجم العينة يساوي أربعة لكن يمكنكم اختيار عينات كبيرة الحجم تتكون من عشر أو عشرين أو مئة عينة مثلاً أي أن قيمة N تصبح مئة بدلاً من أربعة فقط وبعد إيجاد المتوسط الحسابي لكل عينة وتعيين النتائج التي حصلتم عليها على مخطط التوزيع التكراري ستلاحظون أن توزيع العينات كبيرة الحجم خاصة التي يكون حجمها لا نهائياً يقترب من التوزيع الطبيعي التام وهذه النظرية لا تنطبق على المتوسط الحسابي للعينة فحسب كما في هذا المثال بل تنطبق أيضاً على مجموع العينة لكن ما هي أهمية نظرية النهاية المركزية؟ هناك العديد من الظواهر والأمثلة والأحداث في الحياة التي لا تستطيعون تحديد نوع دالة التوزيع الاحتمالي لها وهنا تكمن أهمية نظرية النهاية المركزية التي تنص على أنه إذا أضفنا عدداً كبيراً من المتغيرات العشوائية المتماثلة في التوزيع إلى بعضها فإن توزيعها يقترب من التوزيع الطبيعي ولهذا تلاحظون أن التوزيع الطبيعي هو الأكثر استخداماً وشيوعاً في علم الإحصاء فهو يعطي تقديراً جيداً لمتوسط مجموعة من المتغيرات وفي الفيديوهات القادمة ستتطرقون إلى أمثلة عملية توضح هذه النظرية أكثر لتتأكدوا أكثر أن ازدياد حجم العينة N وازدياد عدد المتوسطات التي تعينونها على مخطط التوزيع التكراري يجعل توزيع نقاط البيانات على المخطط قريباً من التوزيع الطبيعي وبهذا ينتهي الدرس ترجمة نانسي قنقر